اهلا بكم في وسم اليمن حيث نرصد ابرز تفاعلات اليمنيين على منصة اكس وعن ابرز الهاشتاغات المتداولة التي كتب فيها اليمنيون وايضا العرب كان خبر مصرع وهلاك حسن نصر الله في السوشال ميديا هو الطاغي حيث لا حديث عن مصرع حسن نصر الله مصرع حسن نصر الله كان هو الحديث الابرز وتعددت الهاشتاغات بين حسن نصر الشيطان وحسن نصر الله وايضا الضاحية الجنوبية وغيرها كلها تتحدث عن هذا الحدث حدث مصرع ومقتل حسن نصر الله دعونا نبدأ بما كتبه الاعلامي والمحلل السياسي عبدالله اسماعيل في حسابه على منصة اكس عن مصرع حسن نصر الله حيث كتب قائلا لم يتركوا لضحايا اجرامهم للضحايا اجرامهم الا الفرح بمصرعهم كم رقصوا وكبروا وغنوا على جثث النساء والاطفال والشيوخ كم ظنوا انهم اكبر من ان يصيبهم غضب الله ومقتل وان ترتد عليهم افعالهم تكبروا حتى اكلوا الحلوى على انقاض منازل وقرى ومدن هددوا وارعدوا وهم يهتفون سنقتلكم ونقتل اطفالكم ونبيد نسلكم نسوا ان دعوات الضحايا والمظلومين ليس بينها وبين الله حجاب يضيف عبدالله اسماعيل تسلطوا حتى سلط الله عليهم من هو في مثل اجرامهم ذهبوا لقتل السنة في سوريا والعراق واليمن بسلاح شيعي حقير فتخلى عنهم وذهب ليستلم ثمن دمائهم الرخيصة ممن صدعون انها الشيطان الاكبر ما اعظم انتقام الله وما اعظم فرحة المصابين والمعذبين والقتل والمهجرين وهم يشاهدون عدالة السماء ارهابي لم يتوقف عن قتلنا حتى وهو يتعرض للقتل من ارهابي اخر الذي هو انتنئه وزير الاوقاف والارشاد دكتور محمد بن عيضة شبيبة ايضا كتب عن مصرع حسن نصر الله قائلا مات حسن نصر الله مات وقد اشبع اليهود سبا واثخن في المسلمين قتلا كانت حنجرته ضد اليهود بينما ارتوى خنجره من دماء المسلمين مات وقد اخبرنا بعظمة لسانه وتباه على الهواء مباشرة بانه لن يذهب للقتال في القدس حتى يقاتل في القلمون والزبدان وحمص وحلب ودرعا والسويدا والحسكة وحقا صدق وهو كذوب ففي هذه المدن يضيف معالي وزير الاوقاف والارشاد محمد عيضة شبيبة ففي هذه المدن العربية المسلمة سحق الأطفال وهتك الأعراض ودمر كل حي وقصف كل قائم وبشكل فضيع ينم عن حقد كبير توعد كما خطب بأنه قبل الذهاب للقدس سيذهب للقتال في العراق والبحرين واليمن وفعلا أرسل خلاياه وأسلحته ومدربيه ليزرع الفوضى ويدعم الميليشيا ويقوي من بطش من بطش أذرعه هناك بل تمنى لو يذهب ببندقيته إلى اليمن لينال شرف قتال اليمنين في مأربة والحديدة إنه متحسر جدا لأنه لم يشارك في سفك دم قبيلتي الجدعان والزرانيق في التغريدة التالية كتب الدكتور محمد جميح سفير بلادنا لدى اليونسكو قائلا لم يقتل نصر الله البارحة لقد مات في اليوم الأول الذي لطخ فيه يديه بدماء مئات الألاف من السوريين عدا عن ملايين الجرحى والمهجرين والدمار الشامل حجم الشماتة بمقتله مهول كحجم الشماتة أنصاره بدماء السوريين إسرائيل للأسف تحصد اليوم ثمار حروب إيران الطائفية التي ولدت هذه الانقسامات المرعبة الباحث عبد السلام محمد كتب عن الشيعة الشيعة العرب كيف باعتهم إيران قائلا الشيعة العرب باعوا أوطانهم وأمنهم واستقرارهم ومستقبل أولادهم لمغامرات إيران وها هم يحصدون ما زرعوا من انتقام بعد أن تركتهم إيران تركتهم لقمة سائرة الدكتور والباحث لقاء مكي أيضا كتب تحليلا عن سياق مقتل حسن نصر الله وتداعيته قائلا مقتل حسن نصر الله حسن نصر الله سيغير معادلات الشرق الأوسط بشكل جوهري لكن سيبقى جزء منها لخدمة أجندات المرحلة المقبلة نصر الله كان القائد الفعلي لجميع القوى خارج الدولة المرتبطة بإيران في المنطقة كان هو وكيل إيران الحصري وكيل وهو المسؤول عن الحوثيين وعن الحشد الشعبي وعن كل هؤلاء وحزبه كان بيضة القبان المركزية للمشروع الإيراني الآن يبدو أن نصر الله لم يختفي لوحده بل ذهبت معه قيادات الحزب الأساسية يضيف الدكتور لقاء مكي وبالتالي فالحزب ذاته صار في أضعف حالاته بلا قائد ولا قيادات في خضم معركة ضخمة ومحاطة ببيئة حاضنة مشردة وخائفة وبمجتمع محلي أو إقليمي معادي أو متشكك وبالتالي فنسب نجاته غير مؤكدة براء الغمري وهو فلسطيني من خان يونس من قطاع غزة كتب يقول أنا براء ابن مدينة خان يونس قتل في حربنا مع اليهود بعض أهلي وهجرت من منزلي منذ عشرة أشهر وعشت الجوع ورعب القصف ومأساة الفقد ودم السوري عند الله ليس بأقل من دم أهلي والحمد لله الذي أراح الأمة من طاغية مجرم وأسأل الله أن يحفظ إخواننا فقط في لبنان وأن يمكن لهم الأكاديمي والإعلامي صادق الوصابي أيضا كتب عن حادثة مقتل نصر الله ووجه رسالة للحوث مفادها قائلا هل سيتعلم الحوث الدرس؟ لا بالطبع بل سيزداد طيشا وعتها وتخبطا وفي النهاية ستكون نهايته وخيمة ليس على أيدي القوى الخارجية بل على أيدي اليمنيين الذين أذاقهم الحوثي الويلات ستنتهي أسطورة الحوثي التي نافح عنها المجتمع الدولي والأمم المتحدة وقوى الابتزاز الغربية كما انتهت أسطورة حزب الله بهذه الصورة المهينة والمذلة سيعود لبنان البلد العظيم ومعه اليمن أقوى بعيدا عن ميليشيا القتل والدمار والطائفية أما عمر الجنابي الصحفي العراقي فقد كتب عن لحظة مقتل حسن نصر الله متخيلا تلك البراميل الهائلة التي كان يقذفها هو وميليشياته على السوريين قائلا كانت البراميل المتفجرة تسقط على منازل السوريين دون موعد أو إنذار ومن لم يمت بالنار والبرود تزهق روحه تحت الركام والأنقاض يا ترى كيف ما تقاتلهم هل احترق بالنار أم مزقته شظايا المتفجرات هل هبط الركام عليه واختنق تحت الأنقاض هل سمع شهقات كل ضحايا قبل أن تنتهي أنفاسه تدريجيا يضيف عمر سبحانك يا الله كم أنت عاجل وحق سبحانك لا إله إلا أنت رب المستضعفين وربي الدكتور السياسي السوري أحمد معاذ الخطيب كتب أيضا تغريدة عن سوريا قائلا وعن شعب سوريا الذي اكتوى بلظى الإرهاب الإيراني وحزب الله وحسن نصر الله قائلا شعب سوريا هو أب المقاومة وأمها ووليها وعندما عرف أن نهر الدماء سيمر على أشلاء فلذات أكباده في القلمون والزبدان وحمص وحلب ودرعا والسويدا والحسكة أخرج لحمه المر ليس من عادة السوريين الشماتة بالموت الذي نحترم حضوره حتى مع الخصوم لكن لم يبق من شمة بهم أولا ووزع الحلوى يضيف الخطيب ووزع الحلوى على جثث أبنائهم ومن استباح دماءهم جسرا معهم ولا طريقا من دمر شعب سوريا ثم المقاومة الفلسطينية واللبنانية واخترقها وقدمها هدية على طبق من ذهب للاغتيال والتصفية والإعدام هو النظام المتوحش الذي يبيع كل شيء والذي سيحيق به مهما طال الوقت مصير كل جبار عنيد أيضا كتب الصحفي المصري جمال سلطان يقول ويتذكر مشهد طفل سوري قتل جميع أهل على يد عناصر حزب الله ثم قتل ثم فاضت روحه أيضا قائلا هل تتذكرون الطفل السوري في الفيديو الشهير ما زال في اليوتيوب عندما بكى وهو يشتكي ما فعله به وبأهله جيش بشار وميليشيات حليفه حسن نصر الله الذين قتلوا أسرته وهدموا بيته وشردوا ولم يتركوا له شيئا وكانت آخر كلماته قبل موته سأخبر الله بكل شيء أتراك فعلتها يا صغيري طبعا هذه صورة الطفل والدموع تذرف من عينيه ويقول سأخبر الله بكل شيء حيث قالها الطفل السوري البالغ من العمر خمس سنوات قبل أن يفارق الحياة أتراك فعلتها يا صغيري ستخبر الله عن هذا السفاح الذي قتلك وقتل أهلك والسوريين واليمنين وكلهم أما الباحث دبلوماسي مصطفى ناجي فقد كتب عن سبحة الجماعات التابعة لإيران عن انفراطها قائلا تنفرط سبحة الجماعات التابعة لإيران وتتغير المعادلة في المنطقة كل يعود إلى حجمه الطبيعي وأقل من الطبيعي خصوصا الدول والجماعات التي أهدرت لسنوات طويلة أو أهدرت لسنوات طويلة مقدرات بلدانها وعاشت على تعظيم وإثمار العدوات إن ثمن بقى إيران بلد واحد وتحت نظام واحدة هو التخلي المجاني عن كل الأذرع الإقليمية دفعة واحدة أيضا غسان ياسين كتب هذه التغريدة يقول من باع بندقيته وقراره السياسي وسلم رأسه للفرص عليه ألا يتوقع سوى الغدر شخصيا أستبعد أن كل هذا الذي حصل بهذه السرعة والدقة منذ حفلة البياجر وحتى اليوم هو اختراق هذا تسليم يد الفرص يكرهون العرب ولا يهم إن كنت شيعيا أو غير ذلك وفي سبيل الحفاظ على رأسهم في طاران هم مستعدون لفعل أي شيء هم يحتقرونك لأنك عربي وهذا ما يجب على الجيل الحالي من الشيعة العرب إدراكه جيدا والعمل بمقتضى الدكتور عبدالوهاب طواف أيضا كتب يقول اليوم في تغريدة له اليوم يمثل نهاية مرحلة ما سمي بمحور المقاومة ذلك المحور الذي كانت وظيفته تنفيذ أجندات إيران في المنطقة العربية اليوم سقطت إيران وأذرعها في المنطقة العربية اليوم بداية التغيير الحقيقي لوجه الشرق الأوسط علينا في اليمن أن نستعد للمرحلة المقبلة نحن على أبواب مرحلة التخلص من كل أوجاعنا هو الله أما الدكتور أحمد موفق زيدان فقد كتب يقول في تغريدة له ليس هناك أحقر ممن تسمى بحزب الله ولا أغبى ممن يدعمه ظل لسنوات يقتل ويشرد ويعتقل ملايين أهل السنة المرابطين في أكناف بيت المقدس بدمشق وبغداد وفي غضون ساعات تبخرت كل مراجله بعد أن تم اختراقه في ظاهرة لم يسبق إليها ربما عالميا ويأتيك مربع الرأس يعول عليه بتحرير القدس فخر العرش أيضا كتب يقول عن مصرع حسن نصر الله قائلا قضي عليه ذليلا في استرداب غير مأسوف عليه تاريخه التآمري والدموي على اليمن وسوريا ولبنان والعراق وإخواننا السنة في إيران كان سببا كافيا أن يشرب من ذات الكأس القاتل ولا رغبة لي في الإشارة لسمه أو نشر صورته لأنه لا يستحق الذكر كان الأمس جميلا عادل الأحمد أيضا كتب مقارنة بين زعيم الحشاشين حسن نصر الله وزعيم الكبتاغون بين زعيم الحشاشين حسن الصباح وزعيم الكبتاغون حسن نصر الله قائلا بين حسن الصباح وحسن نصر الله تشابه كبير وسيذكر التاريخ كليهما بوصفهما آلة موت جيد الإغواة وتستثمر الدين في الدجل والتضليل لم يكن صراع الحشاشين والمغول ليبيض صفحة الصباح كما لم يكن مصر حسن نصر الله على يد الصهاينة ليبيض صفحة حزب الله سبحان من سلط الثعبان على الحية وكث الله المؤمنين القتال